تيجي خبر تاني حد شواف قدامه خبر خطير جدا وهو ايه طلع وزير الدفاع الاوكراني مبارح لصحيفة ايكونوميس وقال لهم يا جماعة الروس بيعدوا العدة ان هم يقتحموا كيف من اول وديد طب هيقتحموها بايه قال لك والله اصلهم بيحضروا جيش من 200 الف جندي هيخشوا على كيف في السيناريوهات اللي حقول لحضراتك عليهم دول اسوأ سيناريو ان يتم الاقتحام ده اول هجوم على عاصمة كيف في اواخر يناير القادر هل يبقى لك احنا دلوقتي في ديسمبر او منتصف ديسمبر هو بيقولك كده في حدود شهر ونص الروس هيخشوا على كيف تاني السيناريو المتوقع واللي هو يعني شايف ان هو معقول شوية ان هم يهجموا في منتصف فبراير او اواخر فبراير السيناريو المريح جدا ان هو اقصى حاجة يهجم فيها الروس على كيف او العاصمة كيف يكون في اواخر مارس التقرير ده الراجل بيستاند فيه بيقولك والله اصل روسيا بتاعت تقصف منشآت الطاقة الاوكرانية عشان تدي الجيش بتاعها فرصة للراحة وتدي الجيش بتاعها فرصة ان هو يجمع خطوط بتاعته وخطوط اللوجستية ويحضر نفسه لهجوم قاسي بس تصريح ده انا واقف قدامه في شرط الكبير لان تصريح مش عقلاني شوية يعني روسيا تخش كيف الموضوع ده مش مفهوم شوية